تقدم ميداني تحرزه قوات الجيش الوطني هنا في جبل كوكب وسط مديرية القبيطة بمحافظة لهج التقدم جاء إثر عاملة التفاف نفذتها وحدات الجيش من الجهة الشرقية للجبل وقادت إلى تحريره واستعادته من قبضة ميليشيا الحوثي تم الالتفاف عليهم من قبل الكوكب وتم إسقاط قبل الكوكب والتيباب نقاورة له الذي يتبع بأريم والتيباب نقاورة الآن أبطالنا يخوض أشرس المعارك مع هذه الميليشيا في منطقة المغنية تقدم الجيش ساهم في جعل مواقع ميليشيا الحوثي بنجد قفيل وطريق المغنية وتبت الطويلة تحت مرمانيران الجيش الوطني الذي بدأ باستهداف مواقع الإنقلابين وطرق إمداده خصوصا طريق المغنية الرابطة بين القبيطة ومدينة الراهدة لتشكل بذلك ضربة موجعة لعناصر الميليشيا التي لجأت إلى قصف قرى المدينة ومواقع الجيش وتنفيذ بعض عمليات التسلل الليلية في محاولة لاستعادة ما خسرته من مواقع الكوكب له أهمية كبيرة ولذلك نحن سيطرنا عليه لما له من أهمية فهو يطل على كريش وعلى حميض ويشرف على مناطق الخطوط إلى الراهدة وكذلك على المغنية ونجد قفيل وكذلك على المناطق المطلة على بقية القبيطة ولذلك تم السيطرة عليه ولن نتزحزح منه حتى نكمل المسير حتى نواصل إلى مكان أخرى ولن ندع الميليشيات كي يسيطروا عليه وبينما يزداد الضغط العسكري الذي تفرضه قوات الجيش على ميليشيا الحوثي في جبهة القبيطة يتقلص نطاق نفذي سيطرات الميليشيا على هذه المناطق بشكل غير مسبوك لا سيما من خلال عمليات القتالية الناجحة التي نفذها الجيش الوطني مؤخرا ترجمة نانسي قنقر